النجاسة إذا وقعت على الثوب نعم فإذا كانت النجاسة هذه نجاسة باول غائط عرفت نعم لا ترش بالماء وتعصر هكذا نعم نروش عليها الماء ونعصر هكذا الكلب أكرمكم الله إذا ولغ في الإناء يشرب بإخراج اللسان لا بد أن الماء هذا كل الماء أصبح نجسة الآن والإناء يقصل سبع مرات أولا هن بالتراب نعم 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 لكن هناك سائل ليس له لون مثل الماء يخرج من الذكر يسمى المذي يخرج عند التفكير أو عند النظر نعم هذا نجس نعم نعم هذا نجس نعم ننطسر لتناول لا يخرج بعد هذا. وإذا جاء شيء منه عن اللباس على السروال ترش الماء ها كذا فقط. نعم فقط رش ماء. اما الماني فهو طاهر. اما قلتي ماني لو صلوا على ثوب ماني فالصلاة صحيحة. لكن السنة اذا كان على الثوب وهو رطب ان ينضح بالماء يرش بالماء. وإذا جاف يحتها كذا. اما سيواني ها نتكي چونجو يوري ني واتكي هرأي ويو خوصي باتمو ايوة. والله أعلم.